واحدة من أصل ثلاث نساء قد تعرضت للعنف في مرحلة من مرحل حياتها هي آخر أحصائية منظمة الأمم المتحدة للعام 2021 أرقام مخيفة تترجم حسب الخبراء واقعاً أليماً تعايشه المرأة في مختلف المجتمعات حيث وصلت نسبة العنف في منطقة الشرق الأوسط إلى 37% من إجمال الحالات العالمية من جهتها ارتفعت النسبة في الصين إلى 30% ووصلت في نيويورك إلى نسبة 10% وقد سهمت جائحة كورونا في رفع النسبة الإجمالية للعنف ضد المرأة في العالم بنسبة 70% لا يزال العنف ضد النساء والفتيات يعد أكثر قضايا حقوق الإنسان انتشاراً وإلحاحاً في العالم اليوم وهو جريمة بغيضة وحالة من حالة الطوارئ الصحية العامة له عواقب بعيدة المدى على ملايين النساء والفتيات في كل ركن من أركان العالم وتؤكد آخر الأرقام الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه خلال فترة جائحة كوفيد-19 زادت مستويات العنف ضد النساء في 13 بلداً إن العنف في أي جزء من المجتمع يؤثر علينا بدءاً من الندوب التي ستطال الجيل القادم وحتى إضعاف النسيج الاجتماعي لون العالم بورتقالياً شعار تبنته منظمة الأمم المتحدة في حملتها المناهضة للعنف ضد المرأة حملة تحسيسية تستمر لغاية العاشر من ديسمبر الداخل يمثل بدء الحملة السنوية التي تدوم 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة القائمة على النوع الاجتماعي وهي سلسلة من الأحداث الهدفة إلى إحداث تغيير حقيقي سيكون الشعار لعام 2020 لون العالم بورتقالياً فلننهي العنف ضد المرأة الآن حيث يرمز اللون البرتقالي إلى مستقبل أكثر إشراقاً خال من العنف ولطالما شكلت المجموعات النسائية والأشخاص المعنيون عنصراً أساسياً في التقدم الذي أحرز ويمكننا المضي قدماً سوياً أن نشعل الحياة أفضل وأكثر إشراقاً لعدد أكبر من الفتيات والنساء في العالم الحملة التي ستستمر لأسبوعين ستعرف عقد فعاليات من بينها إضاءة المباني والمعالم الشهيرة باللون البرتقالي للتذكير بالحاجة إلى مستقبل خال من العنف وسيشارك في الفعالية ممثلون من دول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني النسائية ووكلات الأمم المتحدة خلق استراتيجيات جديدة للقضاء حل العنف ضد المرأة من جذوره هو أمر حتمي دعت إليه الأمم المتحدة والذي يستلزم تكاتف الجهود في سبيل تحقيق المساواة والتنمية لخلق واقعاً أفضل للمرأة في مختلف المجتمعات ترجمة نانسي قنقر